أعمال إزالة المطاف المؤقت في المسجد الحرم أوشكت على الانتهاء من هذا الجسر الذي أنشئ إبان مشاريع التوسعة المتلاحقة لخدمة الطائفين بالبيت العتيق الحقيقة هو إنفاذا لتوجيهات المقام السامي الكريم في أعمال الإزالة والتي بدأت في 25 جماد الآخر من هذا العام حيث بدأ العمل من الجهة الشمالية الغربية من صحن المطاف والاستمرار إلى الجهة الشرقية في الوضع الحالي طبعا نسبة الأعمال المنجزة والله الحمد تسبق الجدول الزمني والخطة التي وضعت سابقا ما بنسبة 25% هذه النسبة السابقة لما هو متفق عليه ونسبة الإنجاز الآن تصل لحلقتين الجسر الرئيسية إلى 95% من أعمال الإزالة وهو التركيز الحالي عليها ثم البدء في إزالة الجسور الرابطة ما بين الحلقتين ومبنى المطاف والتي تبقى منها تقريبا حوالي 70% إزالة هذا الجسر تأتي إذانا بانتهاء توسعة المطاف الجديدة حيث ترتفع الطاقة الاستيعابية للمطاف إلى مئة وسبعة آلاف طائف في الساعة الواحدة مما يسهم في تأدية الحجاج والمعتمرين للطواف بكل يسر وسهولة نادر الاعتابي الإخبارية مكة المكرمة ترجمة نانسي قنقر